في أجواء الاقتصاد العالمي تسود حالة من الارتباك لما أحدثه توقف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيبي جيهان التركي إذ يؤثر النفط العراقي المصدر عبر جيهان بثقاله الاقتصادي العالمي حيث يشكل نسبة 5% من الانتاج العالمي و10% من الصادرات العراقية ارتباك أحدثته أنقرة كما تكشف مجلة فورن بوليسي الأمريكية وتحذر به من كارثة صاعقة للبنية الاقتصادية والسياسية في العراق والمنطقة والعالم سيما أوروبا التي تعتمد فيها إيطاليا على سبيل المثال للحصر على 13% من النفط العراقي وهو ما سيفتح الباب مشرعا لاستغلال إيران وروسيا لأزمة جيوسياسية قد تلقي بظلالها على العراق كما يقول التحليل الأمريكية الحظر المطول كلف حكومة إقليم كردستان بالفعل أكثر من ملياري دولار بحسب فورن بوليسي التي زعمت أن الحظر قد يؤدي لانهيار حكومة الإقليم يأتي تصاعد تلك القضية بعد أن رفع العراق دعوة أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية عام 2014 وعلى إثرها قررت المحكمة الجنائية الدولية تغريم تركيا بدفع مليار ونصف المليار دولار لحصولها على النفط العراقي بين عامي 2014 و2018 دون موافقة حكومة بغداد المركزية لذا دفعت أنقرة بطاولة مفاوضات على التعويضات وحل تحكيم ثاني مع العراق بشأن تدفقات النفط غير المصرحة بها كما أن مسؤولين أتراك قالوا أن أنقرة تريد من الأقليم أن يدفع الغرامة بوصفه المستفيد الأول من النفط وعلى الرغم من الحركة الدبلوماسية العراقية التركية إلا أن تقرير المجلة الأمريكية نوه إلى ضربة كارثية للاستقرار بفعل تداعيات حظر تركيا للنفط العراقي وهو ما سيتيح الفرصة لاستغلال جماعات إرهابية تهدد أمن العراق وشماله على وجه الخصوص بل وحتى المنطقة